بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات الكورس الاحترافي في صيانة مدر بورد اللابتوب انا معكم المهندس حسين ياسم في فيديو جديد وعطل جديد لدينا اليوم ان شاء الله تعالى عطل بجهاز HP ProBook 4520S USB Connector لا تعمل واحدة من USB USB Connector لا تعمل نلاحظ هنا هذا موديل الجهاز ProBook 4520S نلاحظ هنا هذه ال USB هنا في الزاوية لا تعمل فعندما يكون لدينا عطل USB نتتبع العطل اولا في التغذية في الخمسة فولت بي اس ومن ثم نتتبع خطوط الداتا او الاشعارات في البداية ساقوم بتشغيل الجهاز ومن ثم ساقيس الخمسة فولت هنا على الكنكتور اذا كانت موجودة ام لا نلاحظ هنا عند القياس الخمسة فولت موجودة بشكل طبيعي اذا هنا على الكنكتور في بداية الكنكتور الخمسة فولت سليمة مئة بالمئة اذا هنا لدينا سلامة الخمسة فولت هنا قبل الكنكتور فربما يكون لديك مشكلة داخلية في الكنكتور نتيجة اكسدة او تفوالة لالبورد او شيء من هذا القبيل فلابد ان اقوم بقياس الخمسة فولت مما بعد الكنكتور ممكن ان نستخدم كابل مقطوع حتى يكون القياس اسهل ممكن ان نستخدم كابل مقطوع حتى يكون القياس اسهل او تتبع اسهل لاحظ هنا هذه او سي اليوس بي التي تغذي اليوس بيات بالخمسة فولت والقيمة عليها صحيحة لاحظ هذا الكابل هذا هنا الكابل مقطوع من هذا الطرف سيسهل علي القياس حتى اتأكد ان الخمسة فولت موجودة بشكل طبيعي مما بعد الكنكتور عندها عملية التوصيل لاحظ هنا هذا الكابل هنا لدينا الكابل باللون الابيض هو الذي عليه التغذية الخمسة فولت اقيس عليه على الكابل الابيض هنا باللون الابيض لاحظ الخمسة فولت موجودة بشكل طبيعي اذا الكنكتور سليم لا يوجد به مشكلة مع ملاحظة ان اذا كانت الخمسة فولت موجودة بشكل طبيعي قد لا تكون دليل قطعي على سلامة التغذية السبب عند توصيل اي جهاز على سبيل المثال اي جهاز يعمل باليوس بي كيبورد او ماوس او هوايفر مهما كان الجهاز عند التوصيل تنهار التغذية هذا العطل ايضا يقاس عليه عطل اخر عندما يكون لدينا عطل بمشاكل الاضاءة يكون 19 فولت موجودة بشكل طبيعي قبل الضغط على الزر الباور عندما تضغط على الزر الباور وتعمل الانارة نشاهد ان الفيوز ينهار تنهار القيمة لالفيوز فتكون القيمة اقل من 19 فتسبب مشاكل الباك لايت ايضا مع الوس بي نفس الموضوع قد يكون عندما تقيس على الكنكتر ولا يوجد اي جهاز الخمسة فولت موجودة بشكل طبيعي لكن عندما تقوم بتوصيل جهاز عمل بلوغين لأي جهاز يوس بي قد تنهار التغذية كون لديك مشكلة في الويس هذه الملاحظة يجب ان تأخذ بعين الاعتبار وهي من المشاكل الصعبة الان بعد ان قمت بقياس الخمسة فولت بشكل طبيعي هنا في بداية الكنكتر وعند التوصيل اذا اخذت حكم قطعي بسلامة الخمسة فولت الان سانتقل لي قياس خطوط الداتا سانتقل لي قياس خطوط الداتا بين تبن هنا لدينا الكابل الابيض هو للخمسة فولت فالكابل الاحمر والكابل الاخضاء هي خطوط الداتا قيس بين تبن ما بين خطوط الداتا هنا مع الكابل المقطوع هنا يجب ان اقيس بين تبن كل طرف يجب ان يعطيني قياس مع البن التي توافقه هنا لاحظ هنا أثبت طرف من هنا وأثبت الطرف الآخر مع الكابل وأقيس على وضع الصفارة بنت وبن هذا القياس يسمى قياس بنت وبن طرف هنا والطرف الآخر مع الكابل هنا عند عملية القياس لاحظنا أن خطوط الداتا باللون الأحمر واللون الأخضر عند القياس بنت وبن كل خط يعطي صفارة مستمر مع الخطين إذن هنا لدي تلامس بخطوط الداتا هنا لدي مشكلة بخطوط الداتا لأن كل خط يعطي صفارة مستمرة لاحظ هنا الكابل الأحمر يعطي صفارة مستمرة مع خطين الداتا بالطرف الموافق له بالكنكتر لاحظ هنا عندما أمرر مع طرفين USB يعطي صفارة مستمرة لاحظ على هذه البن يعطي صفارة مستمرة وعلى هذه البن يعطي صفارة مستمرة أيضا الكابل الأخضر عندما أثبت القياس على الكابل الأخضر فلدي توصيل مع خط الداتا هنا وتوصيل مع خط الداتا هنا إذن يوجد لدي شورت بخطي الداتا خطي الداتا متلامسين هنا أن تكون خطوط الداتا متلامسة قد يكون مشكلة في الكنكتر هنا داخلية وقد يكون من البي سي اتش أو عناصر مرت عليها خطوط الداتا لاحظ هنا عندما دققت بالفحص البثري وأخذت حكم أن خطوط الداتا بها تلامسة وبها شورت فسأقوم بمتابعة خطوط الداتا ابتداء من الكنكتر انتهاء بالبي سي اتش لاحظنا هنا عند التتبع لاحظ الملف الملف الذي مرت عليه خطين الداتا هنا لدي خطوط الداتا تمر على ملف أو فلتر لاحظ الملف عليه آثار أكسدة واضحة إذن حصرت المشكلة لاحظ المشكلة في خطوط الداتا وقمت بحصرها بالفحص البصري لاحظ الأكسدة والتفاعل على البود داخل الملف حكما هذا الملف سيكون تالف مليون في المئة حكما الأكسدة بهذا الشكل بهذه الكمية يكون العنصر تالف ومتهالك داخليا لاحظونا هذين خطين الداتا تمر على الملف الينو ستين إذن هذا الملف تالف تماما سأقوم بفك هذا الملف وتنظيف المطلقة بشكل جيد وأعيد القياسات مرة أخرى هل فك الشورت أم أن المشكلة فقط به أو أنها مشكلة في البي سي اتش لاحظ هنا عند القياس على الملف التوصيل يعطي مع جميع الأطراف هنا أقيس مع هذا البن يعطي توصيل مع هذا البن يعطي توصيل إذن الملف به شورت داخليا متلامس كل الأطراف متلامسة مع بعضها هذا الملف التالف حكما مليون في المئة الآن قمت بفك الملف كما تلاحظون هنا هذا هو الملف قمت برفعه لو حاولت القياس خارج الدائرة نفس الموضوع كل الأطراف متلامسة واحد مع ثنين مع ثلاثة مع أربعة كلها متلامسة مع بعضها شورت مليون في المئة الآن أعيد القياسات بين تو بين الطرف الأحمر هنا أمرر مع خطين الداتا الطرف الأخضر أمرر مع خطين الداتا وألاحظ أن الشورت قد اختفى بعد رفع الملف لاحظ الخط الأحمر يعطي صفارة فقط مع هذه البن والخط الأخضر هنا يعطي صفارة مستمرة مع هذا البن إذن تنفك الشورت والشورت كان محصور فقط في الملف الـ 62 أقوم باستبدال الملف أو الفلتر بآخر وتحل المشكلة بكل بساطة وبكل سهولة هنا كان العطل واضح بالفحص البصري وقد يكون الملف ليس على أي آثار واضحة وتكون المشكلة داخليا به تضضح معك بقياس الملف خارج البورد تفك الملف وهذا أقوم بفحصه خارج البورد لاحظ هنا أقوم بقياس الملف خارج البورد نلاحظ كل الأطراف متلامسة هذا الطرف مع هذا الطرف وهذا الطرف مع هذا الطرف لو بقيت مثبت في هذه النقطة فلديه توصيل هنا ولديه توصيل هنا كل الأطراف متلامسة الملف شورت مع جميع الأطراف الملف تلف حكما إلى هنا نكون قد انتهينا من حل هذا العطل ألتقي معكم بعطل آخر جديد إن شاء الله تعالى دمتم سالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته